السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الحضور الكريم بناء على توجيهاتكم سيادة الرئيس يسعى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لأن تساهم شركاته في تنفيذ المشروعات الانتاجية في العديد من المجالات التي تدعم وتتمشى مع خطط التنمية الشاملة في مصر حيث قامت شركات الجهاز ولا تزال تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى سواء المتعلقة بالأمن الغذائي بصوره المختلفة كاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية والزراعات المحمية في البيوت الزراعية ومشروعات تنمية الصروة الحيوانية والسمكية والداجنة وبعض الصناعات الغذائية المكملة لها كما قامت شركات الجهاز بإنشاء مجمعات للصناعات السقيلة والمتخصصة كالأسمنت وحديد التسليح والرخام والجرانيت والأسمدة والكيمويات بأنواعها المختلفة وذلك بهدف المساهمة في توفير احتياجات السوق المحلي منها بالإضافة إلى تعظيم العائد والاستغلال الأمثل للصروات الطبيعية في مصر هذا وقد أتاح ما تم تنفيذه بواسطة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية من مشروعات وأنشطة خلال العامين 2018 و2019 فقط أكثر من 16 ألف فرصة عمل مباشرة جديدة لشباب الخرجين من مختلف التخصصات ومستويات التأهيل العلمي ومن مختلف محافظات مصر السيد الرئيس في أغسطس الماضي شرفت شركة النصر للكيمويات الوسيطة إحدى شركات الجهاز بافتتاح سيادتكم للمجمع العملاق لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة والذي يتكون من تسعة مصانع واليوم نشرف بافتتاح سيادتكم لإنجاز جديد من أجل مصر من إنجازات شركة النصر للكيمويات الوسيطة هنا في أبو رواش بالجيزة يتمثل في مصنعين أحدهما لإنتاج الغازات الطبية والصناعية والآخر لإنتاج مادة فو أكسيد الهايدروجين تم إنشاء المصنعين على مساحة ستة واربعين ألف متر مربع في منطقة مجمع مصانع الشركة بأبو رواش ليصبح إجمالي عدد المصانع في هذا المجمع تسعة عشر مصنع ويصبح إجمالي عدد مصانع الشركة في مختلف مواقعها بالجيزة والفيوم والعين السخنة سبعة وثلاثين مصنع تنتج العديد من أنواع الأسمدة والمبيدات والكيمويات والغازات الطبية والصناعية المختلفة السيد الرئيس يعد مصنع الغازات الطبية والصناعية الجاري افتتاحه اليوم هو المصنع الثالث لدى الشركة في مجال إنتاج الغازات الطبية والصناعية وتتعظم أهمية منتجات هذه المصانع لتغطية احتياجات السوق المحلي منها وأهمها الأكسوجين الطبي اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية وذلك في ظل التزايد المستمر على المنتج المتميز الخاص بشركة النصر للكيمويات الوسيطة هذا بالإضافة إلى أهمية منتجات المصنع من غازات النيتروجين والأرجون اللازمين للعديد من العمليات الانتاجية وخاصة في الاستخدامات الصناعية بشركات المنتجات البترولية وتقدر الطاقات الانتاجية لمصنع الغازات الطبية والصناعية الجديد بنحو 2200 متر مكعب في الساعة من الاكسوجين وتسعمية متر مكعب في الساعة من النيتروجين وحوالي 100 متر مكعب ساعة من غاز الأرجون ترجمة نانسي قنقر